ستشرف على المشروع الأول المتمثل في تمكين خمسة آلاف شاب لهم مستوى الثانوي وأقل من تكوين لإنجاز مشاريع مقاولات صغيرة مدرة للدخل من قبل كان التركيز على حملة الشواهد العليا واليوم مشروع لمن ليس له مستوى تعليم متقدم أو لمن يعمل في القطاع غير المهيكل البنك الدولي يرى من المهم دعم هدف المغرب الارتقاء بتكافؤ الفرص وتحقيق نمو يشارك فيه أكبر عدد من السكان من خلال أولا وزارة الشباب الرياضة البرنامج المقدم للشباب العاطل في إطار الذين يشتغلون والليس ليس لهم تكوين من أجل تمكينهم خمسة آلاف شاب غير يتمكنوا من هذا الدعم المالي وتكون كذلك مواكبة ومن جهة أخرى هناك البرنامج الذي تسهر عليه وزارات المالية ومع الجمعيات القروض الصغيرة من أجل تقوية القروض الصغيرة في بلادنا والتقليص من التكلفة بالنسبة للمستفادين منها المشروع الثاني الخاص بالقروض الصغيرة يهم تقديم مساعدة تقنية للمغرب قصد تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي وتجديد المنتوجات وإدماج قطاع القروض الصغيرة في إطار استراتيجية وطنية مالية شاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر